دلوقتي حنروح للخلطة دي الخلطة دي خلطة بسيطة جدا 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 لكن مفيدة جدا 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 وعن تجربة لانه الازازة دي انا اللي مخمصها نعرفها بعد الفصل اللي بجد 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 يعني حتكون ان شاء الله ان شاء الله سبب لتخفيف القلم خلطة دي انا استخدمت كل ده منها ودلوقتي حنعملها مع بعض بكل بساطة زيوت اللي هي اللي حنستخدمها اساسها في الوصفة دي هو زيت الخروع زيت الخروع كلكم تعرفوه زمان كان بيتاخد زي الشربة عشان تنضيف الامعاء هو ممتاز جدا هقولكم عن زيت الخروع بيزود المناعة وبيخفف انتهاب المفاصل وبيقلل منها شاشة العظام عايز اقولكم ليه باستخدم زيت الخروع كناقل للات عندي الخلطة دي فيها هنبتدي هنا هنحط معلقة من الجنزبيل الجنزبيل بقى هقولكم حالا مضاد طبيعي للاتهابات بيحسن الدورة الدموية وبيخفف الالم تمام ده دوره هنا وبيدي السخونة عارفين جنزبيل حامي الكركم مضاد للالتهاب بيحسن المناعة وكمان بيخفف التورم حطينا الكركم والجنزبيل حنقوم حطين قصادهم مكون حتستغربوه حتقودوا تسألوني كده جلدي مش هيحرق كده هنحط نص الكمية دي شطة بودرة كاين بيبر اسمه بالانجليزي دي مش اختراعي الخلطة دي دي من الرامديز المشهورة جدا بتزاد في الطب الهندي اللي هو الشهير باستخدام الحاجات الطبيعية طب ليه استخدمنا زيت الخروع زيت الخروع ده وكل الحاجات العطارة من رجب العطار العطارة القديمة اللي طلعت في فيلم الحفيد اللي شفتوه في فيلم الحفيد ده هو رجب العطار الله يرحمه وأولاده لسه مكملين اللي جسي قسرته وموجود في كل مكان هتلاقوا عنده الزيوت الطبيعية دي اللي هنستخدمها في حلقة النهاردة والحاجات كل المكونات تقريبا هتلاقوها عنده زيت الخروع ليه أنا باملل الإزازة كده زيت خروع زيت الخروع هو برغم تقوله شايفين تقوله ما يعتبرش زيت خفيف هو زيت كارير يعني ايه كارير حامل أو ناقل عندنا زيوت اللي هي المركزة قوي الرزماري والقرنفل والكفور وعندنا زيوت من سميها كاريرز الناقلة اللي هي زيت الزتون زيت الجوز الهند زيت الهوهوبا اللي بتكتب بالجي جوجوبا زيت الخروع من أهمهم برغم أنه هو أتقلهم أكتر زيت عنده القدرة تبنترات على اختراق خلايا الجلد والتغلغل داخل الجسم إلى الأعضاء هو زيت الخروع سواء استخدمناه على شعرنا سواء استخدمناه على جلدنا زيت الخروع هو بعتبره أنا عارفين التاكسي يعني ده ما بعتبره إيه عايزة دخل جوه العضم فوادي الكركم بحط زيت خروع عايزة دخل جوه الشعر فوادي الرزماري بحط زيت خروع زيت الخروع كده اعتبروه أناقل هنحط زيت الخروع مع الخلطة دي تقريبا نص كوباية مع معلقة صغيرة من الجنزبيل ومعلقة صغيرة من الكركم ونص معلقة من الشطة دور الجنزبيل والكركم عرفناهم يا شف دور الشطة إيه دور الشطة حاجتين الكايين بيبر تحفيز الدورة الدموية عارفين لما نحط ايدينا على عينينا واحنا لمسين الشطة عشان كده لما تحطوا الزيت ده البسوا حاجة في ايديكم عشان ما تغلطوش تحطوا ايدكم على عينيكم دوره بيعمل سخونة في الجسم سبب السخونة دي ايه؟ بيحفز الدورة الدموية بيخلي الشعارات الدموية في المكان ده متحفزة والدم كله بالضخب تحسوه كده بيعمل صح؟ لما تيجي الشطة على جلدنا منحس بنبضات احنا محتاجينها في المفصل اتنين بيعمل زي التخدير بيقلل الوجع احنا منجيب الدورة الدموية مندخل زيت الخروع بدخل كركم والجنزبيل وحاجة مهمة جدا لازم نعملها حاجة زي ما قلت لكم من الارث شايفين ده هو بيبقى شكله كده متعكر صح؟ بصوا زي متعكر ده هيتصفى وشايفين هنا تحت هترقد البهارات وحتستخدمه الزيت الصافي ده عشان اثبت لكم انه هو يعني انا مش هاخط ايدي في عيني في الحلقة بص حواليكم انه هو هيصبغ الجلد على الخفيف يعني مش الملحوظ زي ما انتم متخيلين يعني اللي هيبقى شايفين؟ عشان كده جلدنا هيصبغ وطبعا احنا هنا محتاجين حرارة تمام؟ فالتدليك ده بيدخل حرارة ادنا وطاقة ادنا الرايكي او علم الطاقة ده اللي بيعالجوا فيه من الرقية الشرعية من طاقة الايد من قراءة القرآن من النواية السليمة يعني تنوي انك ان شاء الله وبإذن الله ستشفى دي الوحدها بيخلي جسمك يستقبل الشفاء اما كتحط ده وانت قال مش هيعمل حاجة مش هيعمل حاجة طول ما هو انت حاطت في دماغك انه مش هيعمل حاجة مش هيعمل حاجة بس عشان يعمل حاجة اكتر انا عايزة وليكم حاجة عارفين ده ايه؟ قربوا قربوا ده صوف اغنام صوف خروف اعتقد الكثير منكم هم بتفرجوا علينا دلوقتي بيفتكروا جداتهم كانوا بيلبسوا اساور كده مغزولة كده من صوف الخروف وبيلفوها على مفاصلهم هنا على الرصغ في حد بالكنترول فاكر جدته بتعمل كده لانه انا النهاردة كنت بتكلم كتير قالولي في الستوديو انه جدتنا كانوا بيعملوا كده صوف الخروف هو من اكتر الحاجات اللي لما تتحط فوق المفصل بتعمل هيلنج بتعمل شفاء ترجمة نانسي قنقر